السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة نكمل دائما مع تحضيرات شهر رمضان المبارك باش نقص على روحنا التعب و اللي بقوف في الكوزينة احا ندير معاكم كل ما يخص البرتوقال و التشينا رح نديروا 3 وصافات في وصفة واحدة رح نبدأ و نديروا مركز البرتوقال هذا مركز البرتوقال راح نديرو باش نخدمو به انجو نستعملوه في شهر رمضان و راح نزيد ندير معاها غبرات تشينا ولا البرتوقال راح نستعملوها في ليبغيوش نستعملوها في الكسرة و راح نخدمو المعجون حاجة ما راح نرميها راح تشوفوها معايا وصافات ستقوني بزاف شابين و قبل هذا كامل صلوا و نسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و ما تنساوليش اديروا ليجام و راحب بكامل المشتركين و المشتركات الجدد والقدم اللي عندي شوفو انا يا ديت كمية متشينا كنت اديت عشرة كيلو نقص منهم بخزك كيلو و رطل المهم انا يا و وش راح نديرهم راح نغسلوهم مليح انا يا تشينا بلافيت و حكيها باش ما يبقنا فيها لا تراب لا غبرا لا ويلو شوفو نكمل كامل اللي عندي راح ننقيهم بهذا الطريقة و نكملو الوصفة كيما قلت لكم الحاجة اللي و لين بدأوا بها راح نديرو مركز البرتوقال انا يا اوليو به ترابي و تبدي ترابي اشقفة بس كو هذي كمية كبيرة باش نبدأ الرابي راح تدي معانا وقت كبير و احنا رابي و امام راح نحضر فليل راح تحكمي ليكونوم شوفو هنا يا ليكونوم راح تدي فقط القشرة اللي من فوق راح يساعدك بزف حاولي انك تخدمي به شوفو لابو البيضة و راح تبقى ملتعت و راح تنقي فقط القشرة تشينا هذيك اللي حين نخدمو بها الزست شوفو اتنقي كامل تفوتي على الكمية اللي عندك صادي بوجع عندك ماشي شرط يكون عندك كمية كبيرة ما ميجيبو لك غيرو تشينا راح تنقصي منو شوفو نكمل انا كامل الكمية اللي عندي و راح نشوفو كيفاش نخدمو الزست بعد ما كنت نقيت كمية اللي بس بها راح نحكم العشواغ هنا راح تساعدك بزف راح تحكمي العشواغ و كامل هذوك القشور اللي كنت نقيتهم تشينا راح ترحيهم في العشواغ كشغل عندك زست راك يخدمتي زست تشينا راح ندير في العشواغ ونرحي كامل وتشوفو معي كيفاش راح تعطينا زست بلا مرابيو تشينا راح نخليها بجيه هذو الزست راح نخليها بجيه و راح نبدو نخدمو في العشواغ شوفو هنيا هذوك تشينا بعد اللي نحيني لها الزست راح تنحي هذ القشور البيضة شوفو هنيا هذو تشينا راح تقشرها كامل راح نعطيكم ملاحظة هنيا هذ اللي نقشرها من تشينا اللي كنت شوفو فيها هذي ما تديش ما تعطيناش لمرارة على عكس القارس القارس هذي كل البيوضية اللي يجي فيها هي اللي فيها لمرارة أنا هنا قشينا اللي عندي نوعية جيدة صان بيفا ما فيهاش العلفة نلقى زوج حبيت ولا نلقى فيهم حبيت العلفة أنا هنيا راح كما كنت شوفو نحي القشرة فقط نحيلها هذيك اللوب الأبيض و راح انقطحها و راح كامل نقاشيها في العشواغ نحيها ويلا عندك بلندر ديريها في البلندر المهمة راح ترحيها بها بالقشور التاعها شوفوا معي أنا الكمية اللي بديتها منجيها واحدة اخرى اديت القارس كما تعودتوا عليها أنا تجورتشينا الرفقة بالقارس اي فاكيا اي عاصي راح تخضله حاولوا انك تدخلوا معها العاصي لانه العاصي يعتبر كحافظ غذائي راح يساعدنا يخرجنا النكاة تاع اي فاكيا نخدمو بها ويحافظنا على المشروب ولا العاصي نحيو الزيست باش نرحيوها مع الزيست تاع تشينا والنقي بها هذك القارس كما قلت لكم القارس هو اللي يجي فيها الابو اللي تطلق لنا لمرارة شوفوا راح تنحيلوا العلفة وتنحيلوا هذيك القشور اللي يجو فيه لبراج تاع القارس حاولي انك بقدر ما استطاعت انك تنحي شوفوا معيها والمرحلة المهمة هي الميزان نبدو نوزنو انا تشينا كما قلت لكم عندي تشينا حلوة لاي بيرك تشينا بزف هيلة وش رايح ندير رايح ندير كل كيلو تاع تشينا نوزنو بعد اللي كنت يقشرتي ونحي تيلو الزيست كل كيلو تاع تشينا انقابلو بخمسمائة قرام سكر انا كما قلت لكم تشينا حلوة يجيني عاصر متوازن في الحلوة ولا في السكر انا كملاحظة بخيزك عندي ثمانية كيلو تاع تشينا نحاتي ربعة كيلو تاع تشينا صافيا شوفوا ربعة كيلو كيوز انتا اعطتني ربعة كيلو سوا سوا رايح الكيلو راح نخدموا واحدو رايح نديرو في لاشواغ ولا كما قلت لكم ديرو في البلندا ولي ما عندها اني لاشواغ ولا بلندا ديري فرحيوة اللي نحي فيها شوربا ولا الحريرة عادي شوفوا انا كنت رحيت كامل الكمية اللي عندي ربعة كيلو كنت رحيتهم في لاشواغ رايح ندير عليهم زواج كيلو تاع سكر كما قلت لكم كل كيلو يقابل وريطوا لاشواغ أ Sami ующ انا عندي ربعة كيلو تاع تشينا انقابلوا بزواج كيلو تاع السكر انا قسمت الهائج تاعي تشينا موح بكل زواج كيلو تاع السكر و رايح ننخلط باش يهبط معانا هذاك السكر والبال الثاني يدير له زواج كيلو تاع تthan رح نزيد عليه قيلو تاع السكر هنا يالبال جاني شوية صغير سوف نضيفه في بوات مونجي ولا في علبة تكون كبيرة باش تكفيني كي نضيف السكر كما نعفوك يزيد السكر راح يزيد في الحجم وراحين نخلطوه مملح ومن بعد راح نحكم الزست اللي كنت ارحيته راح نقسمه على اثنين شوفوا معين نقسمه على اثنين نص راح نضيفه مع هاداك اليو جي باش ما يجينيش امر بزيف بس كحنا يا راح نخليه ايبات وكي نضيفه فيه اليو زست راح يطلقنا ويحزنا النكهة تاع شوفوا انا ندير نصف الكمية نديرها في الخالط اللي كون فيه الجي والسكر والنص الاخر تاع الزست راح نحتفظ به ونخبيه في الكنجيلاتر كملاحظة هذ البوات كنت اغلقيهم عشا كفاء وين ما تفوتي بدي اتخلطي حتى ليذوب معانا كامل هذك السكر وراح يعطينا سيرو عاقد بزيف شوفوا انا يا الزست راح نديره في البوات مونجي وراح نخبيه وراح نعطيكم واحد لاستيس هنا كي تدير تحبيه في كونجيلاتر ما تحبزيش عليه باش ومبعد كي راح تشجبته راح يصعب عليك انك تكلعي خليه شوية شغل طالع باش ومبعد راح كي تبغي تنحي يتنحي معك فاسيلا شوفوا من جهة واحد اخرى واش اديت 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 حبة تشينا بعد اللي كنت نقيتهم كي ما شفتوني في الاول راح نقطحها دوار هذو دوار تاع تشينا وش راح نديرو بيهم راح ننزينو بهم تحليات الي كنا اختمناهم ولا راح نديرهم مع الجي نحطوا نقسوا اللي تخونج تاع تشينا في الجي كي نخدمو بالمركز تاع البورتوقال شوفوا معايا انا قطحهم دوار راح ندير عليهم السكر عادي راح ندير بابيفين ونبدأ نستفل بهذا الشكل وكل دوارة نديرو فيها كمية السكر باش كي يطول معانا الاتشينا باش راح تطلقنا هذي كلابو لمرارة وتبدأي كل ما تديري تروحي للجهة العكس كي ما راكم تشوفو في الصورة باش ومبعد كي نحيوهم مع مشرحين يغبنونا كي نبدو نستعملو فيهم راح نكمل انا كامل ادوار اللي عندي وكي ما قلتلكم نديرو عليهم السكر عادي وراح نديرهم في الكنجيلاتور نخبيرهم وهذا اللي يبقى معانا راح نزيد نعصرهم على هذك الخالط تاع اللي كنا ديرنا تعجي مع السكر وهنايا نديرهم في بوات مانجي ونخبيرهم في المجمد مع ومن جهة واحد اخرى القشور تاع تشينة اشاكفة وين نتشرو تشينة وتقشروها حاولوا انكم هذوك القشور تحت عفظوا بهم طبعا بعد ما كنت يغسلتها تشينة ورايح ادريهم ينشفوا تحت شوفاج ولا اه في بلاسة تاع الشمس المهم ديهم تحت شوفاج بالخفض راح ينشوفوا معاكم ولا وين مرطي بالكسرة ولا حاجة في الكوشة راحك يطفي تديريهم الداخل في الكوشة بعد ثلاث يام ربع ايام راح تلقايهم اه نشوفوا معاك ورايحين نرحيهم في الاشواغ ولا في رحات على القهوة المهم حاولي انك تدي كمية قليلة وترحي باش ما تتفسج معك الاشواغ ولا رحات على القهوة واللي ما عنداش كامل راح تدقو في المهرز عادي واشنو راح تصفيه باش تولي عدنا غبرة تاع البرتوقال وهذي الابوتغ راحين نديروها في البريوش ونديروها في الكعك ونديروها في الكثرة تاعنا تاع كل يوم شوفوا الحد الآن رانا خدمنا تلف وصافة متشينة درنا الغبرة ودرنا الزيس تاع تشينة ودرنا دوائر اللي راحين نديروهم في الجين راح نخليهم بجيه وراح نرجعو لجيه تاع المركز تاع تشينة اللي كنا قدرناه كي ما قدرناه كي ما قدرناه انا خليت وبيت ليلة كاملة باش يطلق لي كامل النقات تاع البرتوقال شوفوا هنا يا بعد اللي كنت اجبتهم من الفريجيدر ولا تخليهم البراعة عادية لنا في وقت تاع البرد ما راح يصر لهم وراح نخلطهم وراح نصفيهم شوفوا هنا يا صفيهم كي تصفيهم هذيك القشور ولا اللي تزايدنا في الصفها يا ماناش راحين نرميهم راح نديرو بيهم واحد المعجون تحت شينة ستقوني معجون بزف هاية شوفوا أنا نصفي كامل الكمية اللي عندي وراح نكملو معاكم الوصف ذوكا روحو كيفاش راحين نخبيوه انا اديت هذو اللي بوات كنت اشريتهم من عند اللي بيعوا لوازم الحلويات اهنا يا هذو راحين يجوكم بزاف عمليين ويساعدوكم سينو اللي ما عندهاش راح ادير في اللي سعشي تاع الكنجيلاسيون ودير كل سعشي واحدها شوفوا معايا انا وش راحا ندير هذ الكاز تاع اللي نزنو به يرفض لي زوج كيسان وهذا زوج كيسان راحين ينحيولي من زوج ايطارات حتى زوج ايطارات ومص تاع الجو هلو غنا وش راحا ندير كل اه علبان دير فيها قيس زوج كيسان تاع المركز باش نحصلو على جي يكون اه خافر ويكون اشباب ويلا حبيتي اجي تاعي كيكون خفيف تروحي حتى ثلاث ايطارات تزيديهم تاع الماء وكل واحدة ولقو تاحا ولا الضوقة تاحا وكيفاش حبت اجي هو من الاحسن جي انه يكون اه يكون شوية اه ثقيل ولا باش اللي يشرب 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 جي يحسب اللي كاين برتقال ماشي يستبن غير الماء واحده انا يا كنتخ هذ تاع جي يكون غيمة المهم انا كملت عمرت كامل اللي بوات اللي عندي شوفوا جاوني ربعة وراح نديرهم في الكنجلاتيق هذي في الكمية اللولة مازالي الكمية الثانية انا اعطاني اربع ثمانية عولب عفوا وشوفوا هنا يا هذي القشور اللي كنت نحيته هنا هي القشور معمرين بالسكر مام كين نشفوه ما كنا قطرهم في هذي كل الصفين مش راح ينشفو معانا اصون بورسون نخدم نصف تاع الكمية ونصف الاخر راح تشوفوا معايا كيشا وش راح اندير به هلا كنت ديت خمسة تعليلوش معمرين بخزك تقضي تقولي ستة لانه كلوش راهي محمرة راح نزيد عليها نفس الكمية تعالما اه صافي راح ندير ستة تعليلوش مام شوفوا معايا اهنا يا نحي العلفة كانت بغتلي علفة اه كي مو كتلكم لازم نحيهم باش ما يعطوناش لمرارة ولا اه تبعتوني في الاول راح تشوفو باللي انا يا هذ المركز شوفو اهنا يا راح ندير عليها ستة تعليلوش مام وكي ما كنت لكم اه انا يا اخدمت كي شغل اه معايا مام اه راكم اه اشتو بزيف وصافت بالمعتون نقدرو نخدمو انجي هو نفس المام بخينسيب انخدمو به هاد المركز شوفو اهنا يا راح ندير عليها المها القليل مغروف الصغيرة تاعزفة هذه مغروف الصغيرة تاعزفة الم четعون؟ هي اللي راح لا يجعلنذ requiring العلوش الرغوة البيضة والذي نعرفو هاد الي راح اتفز النا ودير لنه التصوف تاع المعجون رح نديرها فوق النار او النقص كامل للنار حتي تغلبي معايا 않은 معجون المرة الأولى تزيد للنار ستبدأ يطبخ بهذا الشكل تبدأ التنقصي في النار هنا بعد التنقصي للنار تولي أشكف تخلطي المعجون التاعك وغطي عليه حتى اللي يطيب معك كليا وتحسي حتى لونه راح يتبدل بفعل هذا السقو شوفوا هنا اللون تحسيه باللي تبدل شوفوا وخليها هنا خلي فيه شوية تاع الجي ولا تاع السيرو شوفوا نقرب لكم الكاميرا هذا هو القوام شوفوا هنا بعد اللي يطيب نطفي عليه وريحه نميكسيه بالبغا ميكسيه شوفوا ولازم تميكسيه وهو سخون باش يتميكسي لك بين ويجيك أرطب وخلوه يبرد من جهة واحد اخرى شوفوا انا هذك النص تع القشور اللي بقالي اهنا يا راح نديرو جي تاع العشاء عادي وش راح ندير اديت بالتقريب نص إدارة على الماء مع ذاك القشور بالبغا ميكسيه ميكسيتو وصفيتو وحطيتو شوفوا كيفاش يدي القاوام كيما قلت لكم انا نحب القاوام تاع الجي يكون لي شوية تقيل صدقوني اعطانا بنا بزاف شابه مالك غير قشور اللي يبقى ولي من الصفهية اللي كنت صفيت بها هذك المركز ومن جهة واحد اخرى راح نولي لهذاك الدوار تاع تشينا اللي كنا دلناهم راح ننحي لهم الساشي ونرجحهم على هذك الجي تاع ال الوغانج اللي كنت درتو باجوا ومن بعد كينا نخدم الجي نحط هذك الدوار تاع تشينا احنا يا شوفوا هنا مركز تاع البرتقال ما قولت تشينا موش راح يجمد معاكم لانه في الصكر راح يديك شغل اطري ماشي جامد مياه بالمياه لانه ما فيش الماء ما كنش دلنا فيه الماء راح يجمد معنا فقط العاصير تاع تشينا وكي ما قلت لكم تشينا حلوة موش راح يجمد هذي هي كامل اسرار البرتقال درتلكم بخزك ربعة ولا خمس وصفت في وصفة واحدة ومنها دلنا تدابير وتحضيرات للشهر رمضان ان شاء الله كنا دلنا جي تاع تشينا كنا دلنا معجون كنا دلنا الغبرة ولا البودرة تاع البرتقال دلنا دوائر تاع تشينا نخدموهم للتحليم كنا دلنا دلنا جيدا كنا دلنا البرتقال وكنت شدتوا معايا بالبقايا تاع الي اخدمنا الي اخضمنا الي اخضر شهر رمضان ان نتيجة كم يصدقوني وصفت راح تنحيه عليكم في اشهر رمضان وملحظة ان تستطيع تخبيهم حتى العم انا كانت تشينا خبيتها اللعم و جبتها لقيتها نفس النتيجة كما دبتها اول مرة وتقدري ما نحببتها تشينا تغسيهم مليح وتغل فيهم في المقالي ممتع وتخبيهم مع القارص راحي نخدمو بهم بزف عسار في شهر رمضان ان شاء الله اسمحوا لي الفيديو جا بزف طويل ولكن اضطريت اني نشرح لكم كامل كل وشي يخص تشينا ولا البرتوقال وصل لنهاية الفيديو نتمنى الفيديو تاعنا اليوم يكون يفيدكم ولو بالقليل ونزر راح نكمل ان شاء الله سيسيلة تحضيرات شهر رمضان بتنساولي الجام تحلى الله في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام